اشتركوا في القناة ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله هدى الله به من ضلالة وعلم به من جهالة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين اللهم صل عليه في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملك الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة مدعة وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من حال أهل النار ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فنحن في هذه الحياة الدنيا في تجارة كل إنسان في هذه الحياة تاجر والتجارة تحتمل أمرين أساسيين تحتمل الربح أو الخسارة كل تاجر إما رابح أو خاسر فأنت في هذه الحياة الدنيا تتاجر إذن نتيجتك في آخر العام أو في آخر الحياة إما ربح وإما خسار فانظر نفسك هل أنت مع معشر الرابحين أم مع الخسارين كل دنة تجارة في هذه الحياة الدنيا فلننظر صفات أهل الربح وصفات أهل الخسارة حتى نختار الإختيار الأحسن والأفضل إذن أهل الربح منهم و أهل الخسارة منهم الله تبارك و تعالى يحدثنا حثي så據 وإحصلة تتجارة د Trung一下 ol جديد حجوب وزن آخر أ أسساعةünde نزخينا نص mélANC نصن بوا Tropحز نسخينا نزشين نزر مولونات إصلاة من شوائل ISO نزر بوا blues نزر المدTs نزه character نزور نزور Nزور ي ما يحاولون ، أو الأن الملاكيغب في هذه الحياة أنا لا أرغبنا في هذه الفيه لا يمكنه أن نرى الرسالات نعم تسجع في هذه الحياة الله ينظر الله تعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجارة بدا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ما هي صفات هذه التجارة؟ الرابعة التي تجينا قال تكمنون بالله واليوم الآخري وتجاهلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيارون لكم إن كنتم تعلمون أوكي أميكرو voulez-vous que je me montre un commerce par lequel vous serez épargné d'un châtiment dur c'est quoi ce commerce سيبوا اليسابي إذن الآية والشقول قل إن هناك تجارة أو كأنكو ماكتي إكزيست أبيك الله تبارك وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل هي التجارة التي تنجيك من العذاب الأليم؟ إيمان بالله والتزام بجميع أوامره وفي رسوله والتزام بجميع أوامره والانتهاء عن النواهي أو نواهيه وأن تجعل حياتك كلها نفسك ومالك لله تبارك وتعالى تنجاهد في هذه الحياة بنفسك ومالك لله هل هي التجارة التي تنجيك؟ يوم التعالى voilà donc c'est le commerce par lequel tu seras parmi les gagnants tu crois en الله تبارك وتعالى et cette croyance a des conséquences donc tu devras bien après appliquer les ordres les commandements les directives de الله تبارك وتعالى فارغ نتبارك وتعالى وفي رسول الله تبارك وتعالى وفي رسول الله تبارك وتعالى هناك جميع المشاركة التي ستساعدت من جميع المشاركة إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأننا لهم الجنة toujours يوجد كثير من هذا المشارك هذه التجارة دائما عندها مقابل في الأيال أولا يا أخير لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طلبة جنات عدل ذلك الفوز العظيم هنا إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأننا لهم الجنة تجوين أنهم تحبقين الله أشتركوا في المؤمنين لهم 4 أشخاص بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 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 ويقتلون وعبد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم يعطينا صفات هؤلاء كيف كان صفاتهم في الحياة الدنيا حتى فازوا بهذه الجنة وباعوا أنفسهم وأموالهم لله وجاهدوا في سبيل الله وكَرَّسوا حياتهم في سبيل الله يَاسِقُهُمْ لَنَا على هذهビلات تَعِقِعُوا tapi الَّنَبِينَ أَبْقِعُوا تَعَالَ يَنْنُسِ يَنْنُسِ يَنُصِمُرَ يَنْنُسِ promotِ ت Marguيل دي لنا إن للتلائبون أنه قد ترجمة الله عبدون أن أضاء الله الحميدون أنقو الله السايعون يوجد هناك هناك وضعت اضحب idagائحين المعركة المنزعة هناك في المنزل من يساعدين مفقا القوة ويساعدون على حدود الله يساعدون على المدينة ويساعدون على المدينة كانوا قد تبريفين بالله ومعاملين وتنسون مع نفس الطلاب إذن هؤلاء هموا الذين يتاجرون مع الله ومعهم وتجارة بهم رابحة لكن صفة هؤلاء ما هي جعلتهم يفوزون بهذا الربح وتجارة هؤلاء هم الذين استقاموا على دين الله استقاموا على دين الله استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوفوا علىهم ولا يحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا علىهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا ceux-là c'est ceux qui sont restés sur le droit شنا qui استقاموا ou qui sont restés sur la droiture النبي السلام جاء رسوفيان بن عبد الله ثقافي قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله في المستقيم عبد الله رسوفيان بن عبد الله ثقافي il vient au professeur il lui dit dis-moi un mot ou une parole dans l'islam ou je ne demanderai autre personne que toi il lui dit قل آمنت بالله dit je crois en Dieu je crois en Allah et tiens tiens toi sur la droiture قل آمنت بالله il reste sur la droiture b'اختصار شديد في المقابل بالمقابل on contrepartie من هم أهل الخسارة من التجارة يوجد تجارب الربح أو تجارب خسارة عندما تتخذها في الحياة دون يسوك و يمر عن سوك فيها عرض وطالب وصيلع فيها ربح وفيها خسارة donc cette vie c'est quand même marché il y a de l'offre, il y a de la demande il y a de l'offre il y a des gagnants, des déficiteurs des bénéficiaires donc nous avons parlé des qualités nous avons décrit les gagnants et ceux qui ont gagné dans leur commerce mais il y a de l'autre partie الله تعالك و تعالك قل إن الخسرين les perdons الذين خسروا أنفسهم و أهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين 10 perdants ce sont ceux qui qui ont perdu leur propre personne et leurs proches le jour du jugement ذلك هو الخسران المبين c'est ça la perte évidente ذلك هو الخسران المبين donc il y aura des commerçants qui vont être tardants déficiteurs 10 هؤلاء يصفهم الله تبارك وتعالى لنا فيقول إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فاتربصوا حتى يبتيا الله بالأمر والله لا يهدي القومة الفاسقين هؤلاء الذين خضروا خمال على خلال سيكونون من آهل خسارة قل إن كان آباءكم وأبناءكم سيبقى 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 لا بب Langخبى سيبقى سيبقى الله ب change لتم Margiel أنظر إلى أن الله تتعلم فتران بسحاتي الله يجبه الله لا يساعدون أن لا يساعدون الناس هذه هي المعاليينة الذين سترى هذا المعالي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نخذب بهذا الحديث حتى لا نكون منهم وهو زدة الحديث هذا الحديث هو زدة الكلام وزدة الحديث عن أبي هؤيرة رضي الله عنه إذا لتحدثنا في البداية عن ماذا ختمنا صفات أهل الربح لماذا بالاستقام هؤلاء لذلك لنستقام هم الرابحون يوم القيامة نرى الحديث في الخطبة الثانية أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عرب ظالمين وأصلي وأسلم على البنبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلام دائمين من تلازمين إذن صفة هؤلاء والذين هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذين هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذين هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأخبار والذين هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعالى إم�� قَدْشَتَمَ أَهَادَةِ وَقَادَفَهَادَةِ seeing آخر وَأَخَدَمَ أَهَادَةِ إِلَا رُولِ pretend الم carte وَأَسَفَا كَدَمَ أَهَادَةِ مَا ثَرِبْتَ إلك آخر وضرب هذا إلى أخفق المرض قال فيعطى من حسناته فيعطى من حسناته الأولاد فيعطى من حسناته إلى حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضم عليه فإن فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذني سيئاتهم فاطريحات عليهم فاطريحات لنا فتريحات لنا Donc ce monsieur-là qui a fait un commerce dans cette ville dessin-intérieur il vient avec de la prière du juin, avec de l'aumôn mais qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il a insulté un tel et il a calomné un autre avec la médisance de ça il a trappé un tel ينسل بطلعيه ينسل بطلعه ولكنه فرقوة وعمالة المعالي الحقيقة لأنه يرضى في حاليا وع paling قائل صحيح يمكننيه صحيح 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 في الأسعال أو 6 victimes le jour de la résurrection la solution c'est quoi il y a une solution c'est un terme dans la comptabilité on prend de ces Hassanat on les renverse on les redonne à ses adversaires avec ses victimes et s'ils n'arrivent pas à acquitter ces dettes qu'est-ce qu'ils font on prend de leur péché on l'a mis sur un actif sur son actif sur son compte jusqu'à ce qu'il devienne parmi les gens qui seront jugés dans l'enfer voilà le commerce dangereux on est en train de faire un commerce donc il faut toujours faire un bilan toujours faire l'autocritique l'autocontrôle donc le jour de la régulation quand on vient on vient avec un actif mashallah bien bien soldé l'autocontrôle 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 le couvre-feu donc il va démarrer demain samedi donc 18h ce sera l'heure des lignes du couvre-feu pour la salade de l'Icha on l'a fait avec le magrat donc on va regrouper le magrat et le l'Icha à l'heure de le magrat pour la première semaine peut-être qu'on aura le temps de finir un petit peu tôt avant 18h mais la deuxième semaine on verra avec l'évolution des choses il y aura des changements mais a priori on va s'arrêter à trois prières par jour mais en moins pour la première semaine il faut savoir qu'on va regrouper le magrat et le l'Icha à l'heure de le magrat subhanakallah et l'amn 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 à l'amn et l'amn اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا أن محمدا رسول الله حي على الصратة حي على الفillah قَدا طابَت الصلاةً اص veg一 Committee الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هم لله قانتي مدعو الله وانتم ركومون للإجابة لا تختلفوا الله واتبا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالي يا أمين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله سمع 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 الله